مجلس الأمن خد القرار بوقف إطلاق النار وده بتأييد من 14 عضو أهلاً وسهلاً السؤال بقى هل في عندنا آلية لتنفيذ القرار؟ يعني إيه هي آلية التنفيذ القدرة على تنفيذ قرار مجلس الأمن؟ وده خلينا نروح لأسئلة أبعد وهو كان مجلس الأمن إيه القرارات اللي أصبحت فاعلة ما بين تقريباً أكتر من 80 قرار تم اتخاذهم من المفترض من المفترض من المفترض تلاتة كده افترض إن هما في صالح في صالح القضية ولا حاجة طيب هل هيقدر مجلس الأمن إن هو يضغط على حكومة متوحشة زي حكومة بن يمين نتنياهوف إن هما يوقفوا الضرب؟ يعني هذا العدوان السافر السافل الوحشي وهذه المجازر اللي مستمرة وبالمناسبة هي المجازر ما بدأتش برضو يوم 7 أكتوبر إحنا بنتكلم على إنه 7 أكتوبر ده كان رد فعلي لمجازر سابقة كانت مستمرة لسنة ونص ولو عاوز تاخدها لشكل أبعد يبقى هي مجازر سابقة لحد سنة 48 ولو عاوز تاخد لما هو أبعد هي المجازر كانت أصلا بدية من قبل 48 على إيد العصابات الصهيونية السؤال المهم بقى وهو مجلس الأمن كان عمل إيه؟ لهذا السبب كنت بتكلم مع زميلاتي في إنه الجهد المصري هو اللي كل مرة بيستطيع تفعيل أمر ما أيا كان بقى هو الهدنة هو تبادل الأسرة هو الدخول في محادثات مباحثات جلسات استماع من كميع الأطراف مجلس الأمن عمليا فعلا ما بيعملش حاجة طيب السؤال هل يجب أن ننتظر مجلس الأمن ولا إنه الحل إقليمي طيب فيه ناس تيجي تقول لك الحل إقليمي 100% غلط الحل إقليمي دولي بس علشان المجتمع الدولي يتحرك لازم يشوف إن فيه إرادة إقليمية حقيقية مش مصر بس لأ إرادة إقليمية حقيقية من الآخر كده لازم المجتمع الدولي يستشعروا قلقا أو خوفا من تحركات المجتمع العربي بس ترجمة نانسي قنقر